السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافي جميعا زملاء وزميلات المستقبل اليوم سنبدأ في الشابتر الثالث من مادة البيولوجي سندرس فيه رحلة في داخل الخلية في الشابتر الماضي عرفنا أول جزء من أجزاء الخليل وهو أول جزء يواجهني عندما أريد أن أدرس الخلية وهو البلازما ميمبرين عرفنا على تركيبه وزائعه المختلفة والوظائف التي يقوم فيها وبعض العمليات التي تحدث من خلاله اليوم سنبدأ في الزائد الداخلية من السل كيف تتكون وكيف تتعاون فيما بينها لكي تقوم بالوظائف المختلفة التي تحتاجها الخلية فإذا دعونا نبدأ طبعا في هذه المحاضرة نأخذ نصف الشابتر والمحاضرة البعاديها إن شاء الله سنكمل النص الثاني بإذن الله في البداية نبدأ نأخذ شوية مقدمة عن السلز السلز يعتبرون الوحدات الأساسية للحياة فهي أصغر وحدة حية وأصغر وحدة مكتملة بذاتها وأصغر وحدة حية مكتملة بذاتها هي الخلايا يقول لي جميع الكائنات الحية مصنوعة من الخلايا السلز هي أبسط تركيب أو توزيع للمادة أبسط ترتيب للمادة بيعطيك بيكون أبسط شكل للحياة هو السلز فإذن أبسط شكل للحياة هي السلز طبعا زي ما حكينا بلشنا من بداية هذا الفصل بظل أحكي لكم شو تركيب الخلية تركيب الخلية طيقة بناء الخلية هو الذي سيحدد وظائف التي تقوم بها هذه الخلية وكل الخلية يأتي من الخلية من أين الخلايا تأتي؟ كيف الخلايا تأتي؟ كل الخلايا تأتي من خلايا قبلها فالخلايا تنقسم وتعطيني خلايا جديدة تمام؟ طيب الآن نأتي نعرف هذه السلز عندما تعرفنا كيف كيف وصلنا لهذه السلز كيف اكتشفنا هذه السلز اكتشفنا هذه السلز باستعمال المايكروسكوب فإذن المجاهر هي التي مكنتني لأدوست تركيب المختلف للخلايا اللي سأتعرف عليه في هذا الشابتر كل ياته نبدو تأشوفه من خلال المجهر تمام؟ فالآن نحن نتعرف على أنواع المجاهر بشكل عام بتركيبها و وشو الأنواع الأساسيين موجودة فيها فإذن علماء الأحياء يستعملون المايكروسكوب وطيبات بيو كيميستر لتأكد السلز أيضا الكيمياء الحيوية ستأخذها إن شاء الله على الصيفي أيضا نستعمل الأدوات الموجودة فيها حتى ندرس تركيب السلز حيث كثيرا كثيرا لأن المجاهر بشكل عام السلز يمكن أن تكون مجرد على رغم من أن السلز بشكل عام لا يمكن أن أشوفها بالعين المجردة السلز أو السلز لا يمكن أن أشوفها بالعين المجردة ولكن تركيبها تركيبها ليس بسيط وتركيبها قد يكون معقد طيب لماذا أقول لك يقول لك في بعض السلز اللي راح نشوفها هون في نومان واسلز حجمه كبير لدرجة ممكن تشوفه بالعين المجردة زي إيش؟ زي الهيومان إيج البويضة الخاصة بالإنسان البويضة اللي هي لما تشتمع على الحيوال المنوي بتعمل إخصاب بتكون جنين هذه البويضة حجمها كبير عشان تقدر تشوفه بالعين المجردة تمام؟ خلايا هي إيش؟ لا تراب العين المجردة فهون أنا إجيد قسمت قسمت حسب الأحجام تمام؟ قسمت عندي الخلايا وتركيباتها المختلفة أغلب الخلايا أغلب الخلايا اللي بتكون أجسام الكائنات الحية تقع في المدى ما بين عشرة مايكرو ميتر عشرة قوة سالب ستة من المتر تمام؟ والميت مايكرو ميتر في هذا الملاحية أنا بكون عندي إيش؟ أغلب الخلايا تكون في هذا المجال لما أنزل تحت بين العشرة مايكرو ميتر والواحد مايكرو ميتر أنا بتكون عندي الأجزاء الداخلية من الخلية مثل نيوكليس النواة زي الميتو كوندريا زي بعض أغلب البكتيريا البكتيريا هي بروكاريوتس كائنات بدائية النواة زي ما نرى وهي حجمها بيكون أصغر أكيد من الخلايا حقيقية النواة تمام؟ انزل بعدين تحت تبدأ أصغر أكثر والأجزاء بتكون أصغر وبالتالي بتحتاج مايكروسكوبات عندها قدرة تكبيرية أكبر ما اوكم لايكروسكوبة الآن 거지 هو المجهر الضوئي وهي المجهر الضوئي ويوجد المجهر الضوئي المجهر الضوئي المجهر الضوئي بكبر ألف ضعف بكبر العينة أكبر أ ripped a half المجهر الألكتروني المركيب باسابعةة العينة مليون ضعف ألف Mal يكبر الأكثر مرة ألف ضرب ألف مليون فهذه هي قدرات الميكروسكوب المختلفة إذا ميكروسكوب يريد أن يستخدم الميكروسكوب لكي يستخدم العلماء العلماء يستعملون هذا الميكروسكوب لكي يرى السلسل اللي أنا لا أستطيع أن أرى بالعين المجردة نبدأ باللايت ميكروسكوبي هنا باللايت ميكروسكوبي لدينا المجهر الضوي لأن هنا في هذه الحالة يتم تسليط شعاع من الضوء تسليط شعاع من الضوء من تحت شعاع الضوء سيمر في العينة التي سأضعها على لوح زجاجي على السلايد ثم سيمر الضوء من خلال هذه العينة ثم سألقط هذا الضوء من خلال عدسة وهذه العدسة ستكبر للصورة فإذا ميكروسكوب الضوء المرئي يتم تميره من خلال العينة التي توجد على اللوح الزجاجي ثم سأخذ الجسمة ثم سيكون عدسة عدسة الضجاجية ستستقبل هذا الضوء فإذا مهم أن أعرف كل شعاع ما سيستقبل هذا الأشعة سأستعملها لكي أرى فإذا هنا سيقول لك ما سيحدث هذه العدسة الضجاجية ستجعل الأشعاء الضجاجية هذه العدسة الزجاجية ستثني لأشعة الضوئية هذا الضوء الذي طالعه وبالتالي ستكبر ليه عندما يكون الضوء من تحت ثم تكبره ثم تثني الضوء بالتالي الصورة تكبر عندي من قدار ألف مرة طبعا هنا أضع بعض الوحد عندك واحد بيكوميتر هو عشرة قوة سالبة 12 من المتر واحد فمتوميتر عشرة قوة سالبة 15 من المتر طيب لاحق الآن في أي مايكروسكوب أنا سأدرسه طبعا قلنا نروح على الإلكترمايكروسكوب في أي مايكروسكوب أنا سأدرسه يجب أن أهتم بثلاث خصائص أساسية ثلاث مقاييس موجودة في الميكروسكوب أول مقياس أنا بهمني اللي هو عملية الماغنيفكيشن قديش أنا سأكبر الصورة The ratio of an object image size to its real size إذن كمية قديش أنا سأكبر هاي الصورة وكيفية مقياس قدرة الميكروسكوب على التكبير بروح أجيب أنا شي اسمه اللي هو صورة هذا الأبجكت على الميكروسكوب على حجم الأساسي على صورته إيش يعني حجم الأساسي فإذن حجمه تحت الميكروسكوب هذا بعدما تكبرت صورته لهذا الجزء على حجمه الأساسي قديش كان بيعطيني قدرة الميكروسكوب على التكبير اثنين الوضوح كيف أنا أعرف الوضوح بيقول لك بكل بساطة الوضوح يقاس بي أنا باجي برسم نقطتين بجنبعض تمام؟ برسم نقطتين بجنبعض بيقول لك الوضوح يقاس كم هي أكثر مسافة أنا كل ما بعادت بعادت عن هاي النقطتين وظليت شايفهم نقطتين فكل ما بعادت أكثر وظليت أنا شايفهم نقطتين منفصلات عن بعض بيكون هذا الوضوح يقاس أعلى في المقابل لو كانوا زيك رسمت أنا نقطة مثلا والنقطة الثانية مثلا زي هيك فبالتالي أنا إذا ما كنت مثلا أو خلت أقرب أكثر أما بعدهم شوي تمام؟ زي هيك تقريبا فالفكرة إنه كل ما أنا إنت ما تشوفه بتقول لي لا من عندك مثلا هاي نقطة واحدة أنا من هون شايفها نقطتين فإذا الوضوح يقاس بي وضوح الصورة إنه أقل مسافة أنا ممكن أشوف من خلالها ايش الوضوح على أنهم لكن إذا أنا وصل عند النقطة اللي بصير أشوفهم أنا ايه نقطة واحدة وبدأ أقول آوالله هون وقف الوضوح تمام؟ فإذا الوضوح قلنا ايش التكبير كيف يقاس بيجيب حجم الوضوح حجمه بعد التكبير وبقسمه على حجمه قبل التكبير الوضوح الوضوح مدى وضوح الصورة ويتم قياسه من خلال أقل مسافة أنا ممكن أشوف فيها النقطتين ايش وهم نقطتين وليس نقطة واحدة فبالتالي عند النقطة لما أنا أوصل مرحلة مش قادر أفرق إنه هذال النقطتين بعادة يعني من نقطتين منفصلات هاي بتحدد لي قدرة المايكروسكوب على الوضوح أخيرا عندي الكنتراكس الكنتراس الكنتراس اللي هي الاختلاف في الألوان ما بين مدى يعني كيف المجهر بقدر يوضح لي يفرق لي درجة اللون ما بين الأجزاء المختلفة للعينة فهو الاختلافات المرئية اللي هو الاختلاف الاختلافات المرئية اللي أنا بشوفها في العينة تمام؟ بالذات في موضوع الألوان اوكي؟ فهي ثلاثة ديامتر أنا بهموني في أي ميكروسكوب هذا عندي هنا مثلا اللايت ميكروسكوب لاحظ عندي اللايت ميكروسكوب فندي مصدر للضوء من الأسفل اللايت بعدها بيجي بيطلع هذا الضوء طبعا فيدي هنا فوكسنغ نوب زي هاي هاي اليد اللي أنا بستعملها عشان ايش ارقز الضوء بيجي بيطلع عندي الضوء هنا في عندي كوندنسر برضو برجع بكثف هذا الضوء أكثر بعدها فوق عندي الستيج هاي اللي هي اللي بيجي بحط عليها أنا العينة هذا اللوح اللي أنا بحط على العينة بعدين فوق في عندي objective lances objective lances اللي هي وظيفتها ايش وضفتها أنها يمر الضوء تستقبل الضوء اللي جاي وبعدين تعمله بندنج تثني وبعدين أخيان عندي أنا الأكيولر لينسيز اللي أنا بتشوف من خلالها الأكيولر لينسيز أنا بشوف من خلالها بشوف من خلالها اللايت بعد ما مر وصال له تكثيف تمام صال له يعني لميت على بعض هذا اللايت وخليته يمر من خلال هاي اللينس الاسبسيميل الموجودة على الستيج بتكون هنا زي اللوحة زجاجي بعدين بتمر من خلال الابجكتف لينس اللينسيز اللي ستعمل بين بينبينج للضوء بعدين رح تلاقييني الأكيولر لينس اللي أنا رح أشوف من خلالها إيش اللي هو العينة بعد ما تم تكبيرها هاي لازالة الأساسية في المجهر الضوءي طيب بيقول لك إذن اللايت ميكروسكوب قديش ممكن يكبر بيكبر تقريبا ألف ضعف للحجم الحقيقي للعينة فإذن اللايت ميكروسكوب بيكبر الصورة ألف مرة ضرع طبعا هل ممكن بس نكتفي بهاك بيقول لك لا ممكن في عندي بعض التكنيكس الممكن أستخدمها اللي أقدر أضيفها على اللايت ميكروسكوب حتى يزيد من إيش من قدرته على التكبير فإذن فرائز التكنيكس كان انهانس كونتراسكس أو الاشيء تمام ممكن إشيء أستعمل عشان أخلي الصور تكون أوضح العينة تكون واضحة أكتر زي ما راح نشوف الآن هون عندك هاي السلز بالوضع الطبيعي أنا عندي جبت عينة وملا عملت لها ولا إشو حطيتها إذا تلاحظ هون السلز كلها تشفافة ولا نبين منها إشي فإيك أنا ما راح أقدر إيش يعني أفرق الأجزاء الداخلية للخلايا عشان إيك عبلش أستعمل مجموعة من إيش اللي هو راح أصبر الخلية أصبر أجزاءها المختلفة كل جزء من الخلية راح يأخذ الصبغة بكمية معينة وبالتالي راح يفرق ليح تصير عند الأجزاء تبين مختلفة عن بعضها البعض فهذا الحكي اللي حكيناه هنا تمام فإذا فرائيس تكنيكس كان انهانس دا كونتراكس اللي هو الفلق في أجزاء السل اللي أنا بقدر ألاحظه تواند انابل دا سل كومبوننت ستو بي ستيند اور لابد راح يمكنني إنه أنا عمل إما إما أنه أصبرها بالتالي تكون واضحة أو حط لها زي لابد إنها تكون لها إيش يعني برضه أقدر أفرقها عن غيرها الأجزاء الداخلية بس أنا هما بدأ أعلق عن نقطة قلت لك إنه في بعض التكنيكس الممكن أستعملها اللي راح تساعدني أشوف الأشياء الأكثر فإن ألاحظه هنا هاي اللايت ميكروسكوبي كان بس يشوف لي بهذا المجال بقولك لكن ممكن أستعمل إشيء اسمه سوبر ريزولوشن مايكروسكوبي وحيقدر يمكنني أشوف برضه لسه أكثر طبعا ممكن حيخيني أشوف أجزاء لسه أكثر ما كنت أقدر أشوفها في اللايت ميكروسكوبي العادي طيب آآ هاي اللايت ميكروسكوبي العادي يقول لك أغلب الأشياء الداخلية لجوة الخلية بما فيها العضيات ونحن نعرف عضيات هي صغيرة جدا حتى أنا أقدر أشوفها من خلال اللايت ميكروسكوبي العادي فإذا القاعدة العامة أنه أنا ما بقدر أشوف العضيات الداخلية وأغلب العضيات الداخلية لن أستطيع أن أراها باستعمال اللايت ميكروسكوبي ممكن أشوف بس شو اللايت ميكروسكوبي العادي النواة في الخلايا إيش الخلايا حقيقية النواة اللي فيها أنوية رح أممكن أشوف أنا النواة تكون واضحة لكن باقي الأشياء صعب إني أقدر أشوفها تمام؟ طيب ش يعني أورجانلز هنا؟ بيقول لك أول شي هي سبسلوليستركتور يعني عبارة عن أجزاء موجودة داخل الخلية أورجانلز يعني عضيات عضيات تصغير من عضو عضو أو أورجان عضو عندي مثلا الجسمي عندي القلب يعتبر أورجان عندي الكبد يعتبر أورجان تمام؟ في الخلية لا ما نسميها أورجانس ما نسمي أعضاء الخلية ما نسميها عضيات الخلية لأنها أجزاء صغير جدا فنسميها عضيات تصغير من عضو ما هو العضي؟ العضي هو عبارة عن ممبرين انكلوز كومبارتمنت غرف محاطة بغشاء غرف محاطة بغشاء فإذاً أي جزء من الأجزاء الخلية عشان أسميه أورجانل يجب أن يكون محاطاً أو يجب أن يكون محاط بغشاء تمام؟ تمام فإذاً هذا ما نريد أن نحكي أنه أغلب السبسلوليستركتور لأنها أكثر من قليلاً لأنها محاطة بغشاء فقط تأثير السبسلوليستركتور فقط لكي ترى هنا لدي العين كما هي بدون ما أصبوخها سميها برايت فيل مش مصبوغة سيمر من خلالها الضوء والسلس إذا لم تكن هذه الخلية أصلاً من الأساس لديها بغشاء أنا لا أستطيع أميز الأجزاء الداخلية وبالتالي أعتبر هذه الصورة لا أستطيع أن أفرق الأجزاء عندما أجي أضع عليها أضع الصبغة تمام هذا يضع الصبغة سيضع أميز الأجزاء الداخلية أكثر تمام طبعاً ما أقول لك ما أقول لك أغلب الصبغة أغلب عمليات الصبغة لأجزاء الخلية سيتطلب أن الخلية تكون تصدق ما يعني عندما أضيف صبغة على الخلية الخلايا تموت تموت من هذه الصبغة فبالتالي شو بيقول لك قبل أن تعمل الصبغة لازم تخلي الخلايا في وضع يكون وخلص هي الخلية ميتة فعليا لكن أنت حافظت على الأجزاء الداخلية عشان لما تضع الصبغة تقدر تبين معك أوكي فأيضاً أغلب سيتطلب يؤذي ويموت عندي الخلية فلازم قبل أن أعمل السيتطلب أتأكد أن الخلية محفوظة وبالتالي إيش لما أضيف الصبغة ماء تروح تتكسر وتطلع كل مكوناتها ها هنا لدينا إشي اسمه فايز كونترست هنا أنا بزيد الكونترست عندي تفهم تفهم في الانستيند سيلز ما زيد الكونترست في هاي الخلايا راح أقدر إيش يعني هون بس أنا ضد عملية الكونترست تمام العبت شوي بالضوء ضد من عملية الكونترست قدرت أفرق الأجزاء الداخلية للخلايا طبعاً هون هاي انستيند سيلز سيلز أنا ما ضفت عليها ستين وما أني ما ضفت عليها ستينش أنا بقدر استعمل هاي العملية عشان أشوف الخلايا الحية وهي حية مدام ما ضفت عليها صبغة ما راح تموت وبالتالي بقدر أشوفها وهي ما زالت على قيد الحياة من خلال أني أنا أتلعب في الكونترست أزيده أقلله وبالتالي راح يوضح لي أكثر الأجزاء الداخلية للخلية نفس المبدأ هون ولكن باستعمال يعني صبغات أخرى راح يبين لي برضو الأجزاء الداخلية للصبغة هون أنا بستعمل مواد مشععة مواد مشععة راح يتفوت هذه المواد المشعب تطبط بأجزاء معينة من السل فمثلا هون في عندي هذه المواد المشععة اقتبطت مع السايتوسكيلتون الخيوط اللي بتكون الهيكل الخلوي الداخل للخلية اللي هو اللي باللون الأحمر هون الشيء يسمه كونفوكل تقريبا نفس المبدأ ما نتعمق هنا لأنه أتوقع أصلا هذا ما بيجيكم طيب الآن خلصت اللات ميكروسكوب بروح النوع الثاني من الميكروسكوب اللي هو الالكترون ميكروسكوب الالكترون ميكروسكوب هي أول شيء نكون عارفين هي بتكبر أكثر من اللات ميكروسكوب بألف مرة فالالكترون ميكروسكوب كان يكبر ألف والالكترون ميكروسكوب بألف فبالتالي الالكترون ميكروسكوب تكبر تقريبا مليون مرة حجم العين طبعا هي مبدأها إيش اللات ميكروسكوب؟ مبدأي أنه أنا بطلق شعاع من الالكترونات من خلال العينة وبعدين بحط أنا مستقبل اللي هون يستقبل هذي الشعاع من الالكترونات وبالتالي غح تطلع عندي الصورة تمكنني اني اشوف صورة اوضح و اكبر بشكل اكبر و اتعرف على الاشياء اللي ما كنت اقدر اشوفها في اللايت مايكروسكوب الآن في عندي نوعين اساسيات من الالكترو مايكروسكوب بغوي عرفهم و اميز بناتهم اول نوع اشي اسمه سكاننج الالكترون مايكروسكوب السكاننج الالكترو مايكروسكوب تذكرها زي ايش اللي هو السكاننج ماشين التصوير تجي بتحط عليها الورقة بتسكر عليها وتمسح لك الجزء الخارجي الجزء الخارجي من هاي الورقة وبتشوفها فنفسي اني اشياء السكاننج الالكترون انا بجيب العينة وبمسحها من الخارج بعملها مسح من الخارج وبالتالي شو ستعطيني ستعطيني صورة ثلاثية الابعاد تمام فسكاننج الالكترون تتركز شو عن الالكترونات على سطح خارجي للعينة وبالتالي سيودك صور 3D يعني صور ثلاثية الأبعاد هذه بالنسبة للسكان من اسمه سكان يعني زي قاتل التصوير في المقابل عندي إيش الترانزميشن إلكترون مايكروسكوب الترانزميشن إلكترون مايكروسكوب يساوي كاكة السويسرول كاكة السويسرول اللي بيتكون ملفوفة تجي انت بتقسمها يعني تقسمها لا بتتقسمها بتتقسمها جزء بتتفرج عليها من هون تمام فهو لا نفس الإشي مثل شعاع الالكترونات وقصقص للعينة وبتفرج عليها من الداخل فقيت العين وبتفرج عليها من الداخل كيف تكوينها تمام؟ تفرج عليها من الداخل كيف تكوينها من خلال العينة وبالتالي ايش؟ لهذا يمكنني ان اشوف الاجزاء الداخلية للعينة عشان ايشوا بيحكي لي هنا تفرج عليها الالكترو ميكروسكوبي يستخدم ايضاً لكي تستطيع الناس الوضع تفرج عليها الاجزاء الداخلية من الداخلية تعالوا نشوف مثال هنا عندي انا نفس الجزء نفس العينة عملتها مرة بالسكانين او السم والترانزميشن الالكترو ميكروسكوبي ماذا هي هذه العينة؟ عبارة عن شو؟ جزء خلايا من وين؟ من القصب الهوائي لأرنب اجبنا ارنب واخذنا خلايا من القصب الهوائي اذا هذا يظهر على الجزء من القصب الهوائي اجبنا ارنب واخذنا عينة من الخلايا وهناك وانا نرى السطح هذه العينة اول واحد اجبنا السكان الالكترو ميكروسكوبي عملنا السكان لجزء من الخارج وعطاني صور ثلاثية الابعاد هذه اسمها السيليا الشعيرات هذه الشعيرات تغطي الخلايا ندرسها في المحاضرة القادمة ان شاء الله تغطي السطح الخارجي من الخلايا وظيفتها انها اي مواد تدخل اي غبار ايش يدخل على القصب الهوائية تتحرك كيكة وترفع وترجع على الحلق وانا نقحه ونتخلص منه تمام فهي السيليا او الشعيرات انا شايف صور ثلاثية الابعاد ومضحيط لي ايش هي نفس العينة اجيتها عن طريق التم وبلشت ااخد منها ايش اقسمها زي ما ما قسم كيكة لسويس رول بلشت اقسمها الى طبقات تمام فهنا اجيت اخط قصيت اخط مقطع من هاي العينة فاذا انا لاحظ هاي العبارة عن الشعيرات اللي كانت ماشي هيك بهذا الشكل هاي اللي جاي اللي عندي كانت هيك طالع تمام اجيت انا اخط مقطع فهذا اذا اللي هو كروس سكشن اللي جاي زي هيك قصيت منه بالظب زي السويس رول وهي كروس سكشن ذك انا قصيت هيك تمام فبس هي هاي الفكرة انا صد اقدر اعرف شو التركيب الداخلي لهاي السيليا شو تركيبها من الداخل حتى اقدر اتعرف عليها وادرسها تمام فهي الفرق بين الاسكاني والميكروسكوب والترانزميشن ميكروسكوب مهم افرقهم عن بعض الان اجا وقت نتعرف على التقسيم الاساسي للخلايا قبل ما ابلش وعرف شو تركيب الخلايا من جو ويجب ان اعرف شو الانواع الاساسي للكلايا تمام انا دين اعين أساسيات اشي اسمه ويش اسمه في البداية رح نتعرف شو الاشياء العوامل المشتركة اللي بيناتهم او بين قوسين اشي العوامل المشتركة بين جميع الخلايا الموجودة في هاي الكون بعدين رح نتعرف على العوامل اللي بتفرقهم عن بعض تمام في البداية gift As eBay is eukaryotic cells. خلوهول oleا 30 ف phosphorous the basic structure and the both family of every organism is one of two types of cells. Caracteric cells or phина. إذن الوحدة البنائية والوظيفية الأساسية لكل كائنحي هى الحجcor قد يصبح متأمين من خلايا. خلايا البداية نواء brokaryotic cells. أو خلايا حقيقية أنواء أيش عندي أمثلة على البروكاريك todd ces'. هم مثالين أما البكتيريا المختلفة أما ما يسمى الأركيا هذه هي الأمثلة المعروفة عن البروكاريتيكسلز التي أعرفها البكتيريا والأركيا ما عددان كلها تعتبر أيوكاريتيكسلز خلايا حقيقية النواة مثل الأوليات مثل البراميسيوم مثل الأميبة عندك الفونجاي الفطريات الحيوانات المختلفة بأنواحها والإنسان النباتات كلها تعتبر أيوكاريتيكسلز فإذا هذه هي نقطة مهمة ممكن أن يسألني عنها ماذا عندي البروكاريتيكسلز؟ البكتيريا والأركيا والباقي كله أيوكاريتيكسلز طيب تعالوا الآن نفرق بناتهم هذه البروكاريتيك والأيوكاريتيكسلز قبل أن نبدأ في عوامل التي تتميزهم عن بعض يجب أن نعرف العوامل الشبه لدي أربع أجزاء موجودة بين الخليتين بين أنواع الخلايا أربع أجزاء ومشتركوا بين بعض ما هي الأربع أجزاء؟ أول ما لديه بلازما ميمبرين الذي درسناه في الشابتر الماضي كل الخلايا بلا منازم بروكاريتيكسلز لا يوجد غشاء بلازمي بحيط فيها رقم الثانيين سميفلويت سبستنس تسمى السايتوسول داخل السايتو بلازما ميمبرين هناك مادة شبه سائلة المادة لا هي سائلة 100% ولا صلبة لكنها تقريبا سائلة هذه المادة يسمى السايتوسول لأن هذه المادة عندما تكون لها واحدة سأتحدث عن هذه المادة سأحب أسميها البحر الذي يكون موجود داخل الخلية تمام؟ هذه يسميها السايتوسول لكن إذا جبت هذا السايتوسول إذا جبت هذه السايتوسول وضفت عليها الأزاء الداخلية الموجودة التي تسبح داخلها يبدأ اسمه السايتو بلازم أخيراً؟ فإذا المادة السائلة الموجودة داخل الخلية ستعبّل الخلية من داخل لواحدها اسمها السايتوسول إذا ضفت عليها الأجزاء التي سنتعرف عليها في هذا الشابتر الأجزاء المختلفة الأجزاء المختلفة الأشياء المختلفة ما يسميها؟ أو مثلاً في البروكريوتكسل الأجزاء المختلفة الموجودة يسميها سايتو بلازم فهذا الشغل الثاني المشتركة بيناته الشغل الثالث الثانين عندهم كروموسومز الثانيين عندهم كروموسومات وبتكون هاي الكروموسومات عبارة عن DNA نيوكليك أسد مقبوط معه هستون بروتين بروتين ايش مرتبط مع هذا الـ DNA مساميها الهستونز وظيفتها انها تحمل الجينات طبعا هاي الـ DNA والهستونز يعني الكروموسومز وظيفتها انها تحمل للجينات فإذا الكروموسومات موجودة سواء في بروكاريوتيكسلز او ايوكاريوتيكسلز اخيرا الريبوزومز الريبوزومز اللي هي مصانع البروتينز سنتعرف عليها في هذه المحاضرة برضو موجودة في الجهتين سواء بروكاريوتيكسلز او ايوكاريوتيكسلز فهذه الأربع أشياء هي عوامل مشتركة بين الخليطين ففي السؤال في الامتحان لو قال لي كل مما يلي كل مما يلي هي عوامل مميزة للايوكاريوتيكسلز بتفريقها عن بروكاريوتيكسلز اكسب باستثناء ما يريدون معها ل ach هنا في طلب البيوyen ليه Bread masturbation يخبرون إلي Proc Ginsburg هي بالله الأربع بالله ان كان هي ليه فوقت بتفريق الأوامل هي فها They're at All right هي موجودة في الجهتين فها هنا عرفنا نخلق هذه النقطة وبعد هذه أその fois الآن اجه وقت تحرك بينهما ماهو اللي ستحرك ليبروكاريوتيكسلز عن الأkey渾 في البداية من اسمها están خلايا بدائي一個 النواة هذه خلايا لم يتم تلك نواة لا يوجد نواة هذه النواة كما نعرف ستكون حاملة داخل هذه النواة لكن أين؟ في الأيوكاريوتيكسل في الأيوكاريوتيكسل لا يوجد غلاف محيط بهذه النواة لا يوجد غشاء محيط بالداخل إذا أول فرق والفرق الأساسي أنه لا يوجد نواة الثاني سنرى كما قلنا قبل أن الأيوكاريوتيكسل لديها أورغانيل ممبرين باوند أورغانيل عضيات محاطة بأغشية بينما في البروكاريوتيكسل لا يوجد نواة أورغانيل لا يوجد عضيات محاطة بأغشية طيب الدياني في هذه الحالة إذا لم يوجد نواة أين الدياني يقول لك؟ الدياني يوجد نواة محاطة بأغشية يعني هناك منطقة موجودة في منطقة داخل الساعة بلاسماك إنها منطقة ليست محاطة بغشية ليست محاطة بحدود نسميها نيوكليويد فإذا نفرق الديانيوكلياس النواة موجودة فقط في الإيوكاريوتيكسل ويكون داخل الساعة لكن في الديانيوكاريوتيكسل بيكون الديانيوكاريوتيكسل في منطقة هيك لكن منطقة منطقة يعني مش إنها محاطة مش منطقة محددة تمام؟ لا يعني قزء عفوا مش منطقة محاطة بغشية لكن المنطقة موجودة في الديانيوكاريوتيكسل في الديانيوكاريوتيكسل نسميها نيوكليويد بينما في الإيوكاريوتيكسل موجودة في نواة في نيوكلياس في غلاء في غشاء موجود واضح طيب وقلنا نقوم بغشية الديانيوكاريوتيكسل أخيرا الطبعا الساة بلازم بغشية الديانيوكاريوتيكسل قلنا هذا موجود في الجهتين الساة بلازم سواء في الـ بروكاريوتيكسل أو إيوكاريوتيكسل طيب لاحظونا عندي مثال على البروكاريوتيكسل وهي البكتيريا شو هي أشبب البكتيريا الأساسيين مطلوب أني أعرفيها نبدأ فيها من الخارج وندخل بيقول لك البروكاريوتز لدي في البداية بأول طبقة وهذا اسمها بلّي. وظيفتها تساعد البكتيريا تلتصق بالأسطح التي تكون تتصل فيها. حسناً في الداخل أول مرسى من البكتيريا. التي سوف تزيع البكتيريا أنها تلتصق بالأسطح التي تريد بها. الشرية الثانية سأرى من الخارج. هي الفلاجيلة الفلاجيلة هي الضيول. الفلاجلة هي الزيول طبعا هذه الفلاجلة هي مش طالعة من الكابسول هي طالعة من جوال خلية لكن يبطل تمتاد حتى تطلع وتختائق تطلع بره الكابسول طب شو وظيفة الفلاجلة هذه الزيول اللي هي إيش الحركة ذا لوكوموشن اللي هو التحريك تمام بتحرك لهاي البكتيريا أو البرو كاريوتس وإذاً هذه الفلاجلة خلصنا نقود طبقة بدخل على الطبقة اللي بعديها الطبقة اللي بعديها اللي هي إيش اوينها السيلول اللي طبقة تيجي بعد الكابسول من الخارج للداخل السلول السلول هو الجدار الخلوي رح ألاقيه هذا إيش برضو إيش عبارة عن جزء صلب موجود خارج البلاسما ممبرين موجود خارج البلاسما ممبرين هذا السلول رح أشوفه فيه البرو كاروتس وحشوفه فيه البلانت سيلز في الخلايا النباتية اللي هي تعتبر إيو كاروتس برضو بلاقي فيها سلول محيط فيها بالإضافة لبعض أنواع الفنقاي برضو بيكون فيها سلول اللي بيكون فيها هاي الجدار الخلوية وبتكون عبارة عن طبقة صلبة طيب بعد السلول بيجي عندي إيش البلاسما ممبرين وينو؟ هاي البلاسما ممبرين اللي هو الطبقة اللي بتيجي بعد السلول وهي البلاسما ممبرين اللي هو درسنا في المحر في الشابتر الماضي بعدين بدخل لجوه بلاقي إيش في عندي هاي اللي هو اللون الزهر اللي هو السايتو بلازم السايتو بلازم هاي الطبقة اللي هي المادة زي الشبه السائلة تمام؟ وبتكون بالإضافة للأجزاء الموجودة فيها بعدين في عندي الريبوزومز هاي النقاط الصغيرة هاي عبارة عن رايبوزومز بتتصنع لي ايش البروتينات بعدين عندي هذا الـ DNA الخاص في البكتيريا هذا هو البكتيريا الـ DNA تمام؟ هذا الخيط اسمه بكتيريا الـ DNA هذا البكتيريا الـ DNA والموجود موجود في هذه المنطقة هل هذه المنطقة محاطة بغشاء؟ ليست محاطة بغشاء بس شو بسميها أنا؟ بسميها نيوكليويد نيوكليويد هي الريجن الـ DNA المنطقة بيكون موجود فيها الـ DNA نسميها نيوكليويد لكنها برجع بأكد ليست محاطة بغشاء طبعا هذا الـ DNA بيكون مربوط مع مجموعة من البروتينات اللي هي مسميها الهيستونز منسميها كرموسومز فإذا الكرموسوم أو كروماتين عبارة عن DNA زائد بروتينات تمام؟ في اشي ما حكينا تبقى هيك حكينا كل شيء طيب في المقابل الـ Eukaryotic Cells الآن لاحظ عندي شغلة الـ Procaryotic Cells إيش كانت؟ كانت Unicellular جميع الـ Procaryotic Cells تتكوى من خلية واحدة الـ Eukaryotic Cells They are multi-cellular They are multi-cellular وفي استثناءات في منها Unicellular تمام؟ فإذا الـ Eukaryotic Cells بالأساس القاعدة العامة هي Multi-cellular عديدة الخلايا ما الذي يميزها؟ الـ DNA فيها موجود داخل النواة موجود داخل غلاف داخل وحدة معروفة اسمها النواة It is bounded by a membranous nuclear envelope هذا الـ DNA محاط بغشاء نووي غلاف نووي nuclear envelope غلاف نووي وهذا membranous الـ Eukaryotic Cells membrane bound organelles عضيات محاطة بأغشية عندي بعدين السيتو بلازم هنا بيكون موجود ما بين البلازم المنبرين وما بين الـ نيوكليس تمام؟ يعني ماذا هنا؟ هذا هو ممكن الفرق الذي كان يريد إليه نرى الصورة لاحظ هنا السيتو بلازم موجود ما بين هذه النيوكليس وهذه السيل المنبرين هذه المنطقة كلها إنساء للعضيات الموجودة أو يعني هي هذه المنطقة التي هنا السائلة الجزء السائل مع العضيات كلها يسمى السيتو بلازم فهذا السيتو بلازم موجود ما بين النيوكليس وما بين البلازم المنبرين بينما في الـ Prokaryotes كان السيتو بلازم أي شيء داخل السيل المنبرين هو يعتبر سيتو بلازم فهذه المنطقة كلها تعتبر سيتو بلازم موجودة داخل البلازم المنبرين حسنا هيا إذن Eukaryotic Cells طبعا الفرق مهم أن الأيوكريotic Cells كما رأينا في حسب الحجم فالأيوكريotic Cells بالعادة أكبر 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 من الأكبر أكبر أكبر من الأكبر أكبر أكبر الآن البلازم المنبرين حكينا عنه في المنطقة الماضي هو يعتبر مانع لديه نفاذية اختيارية يمكن دخول الأكسجين المواد الغذائية ويمكن من خروج المواد الفضلات وعشان إيش يساعد للخلية طبعا تركيب هذا المنبرين عبارة عن دابل لير من الفوسفل كله حكينا طبعا هون حكينا ما هي هوية السل موجودة موجودة في الكربوهايدريت الموجودة على السطح هاي البلازم المنبرين هاي الكربوهايدريت الأوليغوساكرايد هي تعتبر الـ ID الهوية الخاصة بالسل بتمكن السل ستعرف على بعضها البعض هون ما أرجع أضطرت بس يعني سريعا عندي أنا السل ممبرين قلنا دابل لير فوسفليبيت لبروتينات عندي إنتيغر بروتينات بريفرال بروتينات وعندي بعدين هون الجلايكو بروتينات هاي الكربوهايدرات متصلة أو أليغوساكرايد متصل مع البروتينات وهذا كل ياتوا حكينا وعرفنا بشكل مفصل طيب الآن بيقول لك في عندي في الـ Eukaryotic في عندي أنا نوعين اخر expenditure بشكل مفصل بشكل أشهر مهر هذا بشكل أساسي بشكل عام بشكل أشهر مهم جدا في هذه οwait أعرف ما هو أشياء الموجودة في البلان و ما هو أشياء الموجودة في البلان و ما موجودة في البلان و ما هي أشياء الموجودة في البلان مهمة ممكن ان يطور عنها في الامتحان تمام الـ Eukaryotic المنى ثby مجموعة من الأغشية الداخلية التي تقسي يقوم بقسيم الوضع إلى عضيات بشكل عام يمشتركون بشكل عضيات لكن هناك اختلافات بينهم دعونا نعود إلى الكلمة التي ترونها في الأيوكاريوتس في الأيوكاريوتكسل يوجد مجموعة من الأغشية الداخلية مجموعة من الأغشية الداخلية هذه الأغشية الداخلية تتمكن الخلية أنها تقوم بالعديد من الوظائف المختلفة في كل غرفة من هذه الغرف تخيل عندي أن السلسك إنها مبنى شركة وداخل الشركة في عندك أقسام وهذه الأقسام يقوم بوظيفة مختلفة عن القسم الآخر السبب لأن كل قسم مفصول عن القسم الآخر ونفس الأيوكار الخلية تقوم بوظائف مختلفة والسبب الذي يمكن أن تقوم بهذا الأيوكار هي عندها تقسيم للأجزاء الموجودة داخل الخلية بحيث كل قسم كل غرفة تكون بالوظيفة الخاصة فيها وتكون منفصلة بغشاء عن باقي الغرف هذه هي الجملة تمام؟ طيب أنا يأتي نميز نتفرج على الأنيمال والبلانت سلس أنا لا أريد أن أرجع لها أريد أن أرجع لها بعد نهاية الشابتر في نهاية الشابتر أرجع بأتفرج على الأنيمال والبلانت سلس بميز بناتهم لكن أهم شيء يجب أن نعرفه أنه أنا في عندي البلانت سلس محاطة بالسلول هذا باللون البني هذا السلول الجدار الخلوي الخاص بالبلانت سلس والذي يميزها بشكل واضح عن الأنيمال سلس تمام؟ هذا مش موجود في البلانت سل لأن البلانت سل هي لا تتحرك ثابتة في مكانها محاطة بالجدار الخلوي برضو عندي هنا الفجوات الفاكيوز موجودة فقط في البلانت سلس الموجودة في البلانت سلس في المقابل الأنيمال سلس كل هذا ستفهمه متى لما نخلص الشابتر برجع لك هنا فأخلونا ما نستعجل طيب لأن هنا بس عندي حطل صور مختلفة برضو برجع لها أنا في النهاية برضو عنده سلول لاحظ الفطريات برضو في عندها سلول بميزها زي البلانت سلس بينما الأنيمال سلس لكن كلها مشتركة في عندها نيوكليس كلها نيوكليس الخلايا النباتية كلها نيوكليس هون عندي الخلايا الأولية برضو في عندها نيوكليس كلها تشترك في هذه الصفات طيب الآن سنبدأ نأخذ نحن نأخذ جزاء داخلية من الخلية سنبدأ نأخذ جزاء داخلية من الخلية سنبدأ قبل أن نبدأ نأخذ الاندوميمبراين الاندوميمبراين هو عبارة جهاز داخل الخلية هذه الجهاز مكون من مجموعة الأغشية مجموعة من العضيات المحاطة بأغشية هذه العضيات المحاطة بأغشية أو هذه الأغشية هذه الممبراين مستوى الاندومية مرتبطة ومتصلة مع بعضها إما بشكل مباشر يعني فيه ملامسين لبعض أو متصلين بشكل غير مباشر طب كيف متصلين بشكل غير مباشر؟ أقول لك هذا من العام الماضي من خلال الأكياس أو الحواصلات الناقلة هاي بتوصل بين هاي الممبرينز المختلفة تمام؟ طبعا هذا الاندوممبرينز سيستم مما يتكون يتكون عندي أول إشياء نيوكلير انفلوب الغلاف النووي المحيط اللي هو الغشاء الخاص بالنواة تمام؟ بعدين في عيندي نحن نتعرف الاندوبلازمي كريتيكلم الشبكة الاندوبلازمية جولجي أبروتوس جهاز جولجي اللايزوسومز اللي تسامي الحالة الفاجوات أخيرا البلازمي ممبرين اللي احنا درسناه كاملا للشابتر الماضي تمام؟ فهو آخر إشي بيكون في هذا الاندوممبرين سيستم إذن مرة ثانية الاندوممبرين سيستم وظيفته عبارة عن مجموعة من الأغشية المرتبطة مع بعضها البعض إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر لاحظ هنا المرتبطة مع بعضها البعض أو بشكل مباشر بشكل مباشر أو بشكل مباشر بشكل مباشر بشكل مباشر بشكل مباشر بشكل مباشر حسنا؟ تمام دعونا نعود إلى فوق أولا، ندرس النواة نحن ندرسها وندرس الغشاء لأنني أريد أن نبدأ في الاندوممبرين سيستم يقول لك الخلاياة الحقيقية النواة الوظائف المواد الوراثية والموجودة موجودة في نيوكليس ومشاركة من الريبوزوم يعني الأوامر الموجودة في المادة الوراثية الخاصة بالخلايا الحقيقية النواة يتم تخزينها مخزنة هذه الأوامر وهذه المعلومات داخل النواة طيب من الذي يقوم بتنفيذ هذه الأوامر الريبوزومات؟ تمام؟ فإذن هذه لازم نكون عارفين هذا المبدأ المعلومات الأساسية الشفرات جميع بنك البيانات الخاص بالخلية والموجودة موجودة داخل النواة داخل النواة داخل النواة طيب من الذي سينفذ هذه الأوامر اللي هي الريبوزومات أو مصانع البروتين نحن حكينا أي واضحة تقوم في هذه الخلية لمن ستلجأ حكينا في شابتر الخمسة ستلجأ لبروتين طيب بقول لك الليوكليس ما تتكوّن؟ إن تتكوّن أغلب أغلب غالبيت المادة الوراثية الديان الموجودة في الخلية والموجودة في النواة لاحظ لا ي utterly داخل النواة لأنه باقي buddy إن جزء من which الموجود في عضنا طيب اللي هي مصانع البروتين ستستعمل المعلومات اللي ستتوصلها من الـ DNA لتصنع البروتينات لكي تقوم بوظائف البدهيئة الخلية نبدأ في النوائل النواب يسموها information central وهو بنك البيانات أو مركز البيانات هذه النوائل ستتكون من أغلب الجينات الخاصة بالخلية وهو أبداً العلوي المشكلة ما يعني العلوي المشكلة؟ يعني أتفرج على الخلية أول أضيعه يبين و أستطيع ألاحظه النواب لاحظ فوق لما درسنا لما أنت تفرجت على هون الخلايا أول إشي لما يسته هاي اللون البنفسجي هاي اللون البنفسجي اللي هي أيش النواب برضو نفس الإشي هون الأنوية هي أول إشي وأكثر إشي بارز واضح في عضي واضح في الخلية هذه النواب هي محاطة تتكون من غشاء أو غلاف نووي نيوكليير انفلوب اللي هو أول جزء من الـ Endomembrane System أول جزء من هذا الشبكة الأغشية الداخلية في الخلية هو الـ Endomembrane هذا الـ Endomembrane System سيغطي لي هذا الـ Endomembrane System ويقوم بتحضيره من الـ Endomembrane System سيصلي النواب عن الـ Endomembrane System طبعا من ماذا يتكون هذا؟ دعنا نرى أول شيء هنا لاحظ أني هذه النواب هذه النواب انسألة هذا الجزء هاي الـ Endomembrane System النواب النواب مكونة من غلاف نووي هذا الغلاف النووي لاحظه ما إجينا كبرنا الغلاف النووي وجدنا أنه عبارة عن طبقتين هذا واحد وهذا اثنين فإذاً هو الـ Endomembrane كل واحد من هذا الممbrane طبعا هذا الممbrane فيه منه غلاف داخلي Inner membrane وغلاف خارجي Outer membrane طبعا هاي الصورة بالـ Electro Microscope أنا مستحيل أشوف الزاء الداخلية إلا باستعمال Electro Microscope تمام؟ فإذاً هاي عندي صورة من طريق الـ Electro Microscope في عندي غلاف داخلي بعدين فوقي فيه غلاف خارجي أنا مقشره هنا فيها هاي الأوتر membrane وفي عندي inner membrane هاي أول شغلة كل واحد من هاي الممbrane يتكون من شو؟ Phospholipid Bi-Layer فإذاً كل ممbrane من الـ Two Membranes تابعون الـ Neuclear Envelope الغلاف النووي مكون من Phospholipid Bi-Layer الشغلة الثانية اللي المفوضة تلاحظه أنه أنا في عندي مجموعة من الثقوب تمام؟ مثقوب هذا الـ Neuclear Envelope مجموعة من الثقوب هاي الثقوب نسميها Pore Complex يعني زي الثقوب هاي ثقوب تمام؟ مثقوبة لماذا مثقوب هذا الـ Neuclear Envelope بيقولك بكل بساطة أنا لماذا في عندي جوه الـ Neuclears في عندي DNA طيب أنا الـ DNA بدي أخذ أعمل منه نسخة أحاول له messenger RNA اللي هو RNA رسول أطلعه أطلعه خارج النواة عشان يروح على الريغوزومز والريغوزومز تصنع لي بروتينز طيب كيف بدي يغادر النواة الـ RNA من خلال هاي الثقوب من خلال هاي الثقوب يغادر الـ RNA الـ Neuclears ويروح على الريغوزومز عشان يسير له ويعطيني بروتينز عرفنا شو أهمية الثقوب هاي هي البورز طيب الشغل الثاني رتلاحظ جوه النواة عندي مجموعة من الخيوط هاي الخيوط هذه الخيوط تمام؟ هي عبارة خيوط بروتينية اسمها Neuclear Lamina وهاي لاحظ عندي الصور لـ Neuclear Lamina من خلال التم لاحظ جيت أنا أخذت مقطع من Neuclear Lamina وجدت عبارة عن مجموعة من الخيوط المتشابكة تمام؟ هي عبارة عن خيوط بروتينية هذه الخيوط البروتينية شو وظيفتها؟ هي اللي بتعطي النواة شكلها هذا الشكل الكروي وتعطيها بسبب وجود هذه الخيوط توفر دعامة للنواة تمام؟ توفر دعامة للنواة عشان تعطيها شكلها الكبير أوكي؟ والكروي بعدين إذا بلاحظ جوه في عندي هاي النواة هاي المنطقة منطقة غامقة دعامة فهذه المنطقة الغامقة دعامة ما اسمها؟ اسمها ليش نيوكليس نواة اسمها نيوكليولاس نوية يعني نواة دعامة كأنها تقريباً نوية تمام؟ هذه النوية مهمة جداً لماذا؟ تصنع ريبوزومل ريبوزومل RNA بالنسبة أنواع RNA فقط ما في نسبة ريبوزومل يتكون من الدي نا الذي تكونون نسخ افضلوا نفسوا الدي انا إذا عملاً انا عندك استطعت ريبوزومل RNA وما هي انا هذا الدي pot يكبرونه من الدي بل legitimate على ليست متوفر الرائبوزوم و sketch at ribosomes ريبوزومل RNA أين تصنع؟ تصنع في نيوكليولس هذا السؤال يأتي في الامتحان فإذاً، صفت عندي النواة النواة عبارة عن عضي وحاط به نيوكلير انفلوب نيوكلير انفلوب عبارة عن دبل ميمبراين دول ميمبراين أو داخلي و خارجي وكل واحد فيهم مكوّن من فوسفوليبيد بايلير من طبقة ثنائية من الفوسفوليبيد ثم عندي مجموعة من الثقوب لكي تمكن الريبوزوم الارن اي والمسنجر الارن اي يطلعوا برا لكي ينوحوا يشتغلوا شغلهم وعندي مجموعة من النيوكلير لامينا هذه الخيوط البروتينية اللي بتعطي النواة شكلها الكروي وبعدين في الأخير عندي نيوكليولس هاي الجزء الغامق من النواة اللي هي النوية اللي بتصني عليه الريبوزوم الارن اي اللي رح يطلع عشان يعطيني الريبوزوم هذا هو تركيب النواة بشكل كامل اذا لاحظ هنا نيوكلير انفلوب بغطي نيوكليس بغطي نيوكليس فصلها عن السيتو بلازم وهذا نيوكلير ممبراين هو عبارة عن دبل ممبراين داخلي وخارجي وكل واحد فيهم يتكون من الليبيد باي لير ننزل تحت عندي بورس هذه الثقوب وظيفتها تنظيم دخول وخروج المواد من داخل نيوكليس تمام شكل نيوكليس ما الذي يحافظه على شكل نيوكليس هي نيوكلير لامنا والتي تتكون من عبارة عن خيوط بروتينية تمام طبعا الآن ندخل بعد ما خلص نيوكليس نرى دين اي جوه كيف يمرتب بقول لك دين اي جوه مرتب على شكل كروموسومات أو كروموسومات الكروموسومات عبارة عن دين اي نفسه ملفوف على بروتين تمام فاذا نلاحظ هنا هذا خلنا نحكي هذا هو شكل الكروموسوم يكون هناك مجموعة البلون الأزرق هذا الخيط البلون الأزرق هو الدي اي اي و البلون البنفسجي هو الهيستونز البروتينات الملفوف عليها الدي اي فكأنه أنا الدي اي خيط يأتي برفلفتين على الهيستونز و يمشي و يمشي برفلفتين و يكمل لماذا؟ شايف هذا الدي اي موجود داخل النواة كم طوله؟ طوله 2 متر 2 متر طب 2 متر كيف قدت أحشره داخل النواة؟ بكل بساطة بسبب الهيستونز الهيستونز بدل ما انا 2 متر الكبار جبت كل ما امشي شوي ألف لفتين على هاي البروتينات و أمشي بعدين ألف لفتين جيت أنا ايش؟ فتلته 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 لحد ما خطيته خليته بحجم صغير يقدر يتسع جوال النواة الآن في عنا شكلين من أشكال الدي اي مع البروتينات ممكن يكون شكل متكدس جدا و قصير جدا اللي ما نسمي احنا الكروموسومز بتكون هيكا تمام نرسمها هيك هاي الكروموسومات العبارة عن دي انا وبروتينات متكدسين على بعض بشكل كثير كبير وبالتالي بيكون كثير غامق كثير بيكون بياخد صبغة قوية بقدر أشوفه بسهولة و بيكون شوه كمان و بيكون قصير في المقابل في عنا شكل ثاني برضو عبارة عن بروتينات و دي انا بس بيكون ايش؟ مفروط أكثر بيكون ايش؟ مفروط أكثر اوكي زي ايش؟ اعجيك المثال بس من البروكايوتس نفس المبدأ يطبق عليه اللي هو ايش؟ هون لاحظ هون هذا اوكي؟ هذا يعتبر ايش؟ الشكل المفروط من الدي انا وبروتينات هذا الشكل المفروط تمام؟ منسميه مش كروموسوم منسميه كروماتين حسنا هو كاتب لك اوكي هو كروموسوم لكن هو نفس نفس التركيب ولكن عندما يكون متكدس وقصير على بعضمنا يسمي كروموسوم عندما�men مفروط لن يكون متكدس كثير مني اوكي؟ مانا مانا ماملا ملفوف حولين الهسطونز Credit الهسطونز لكن عندماً متكون奔جن لمواهن متحدثين على بعض archaeology كروماتين ايشوانًا بالنسبة لدي من هسطونز المفروط المفروط والشكل المتكدس أكثر الشكل المفروض بيكون مش كثير واضح ما بيكون مفروض أكثر وبيكون إيش طويل وبيسبح في السل بينما الشكل اللي بيكون متكدس على بعضه البعض وقصير بنسميه إيش الكروموسومز فهي عشان نفرقها من هسه هم ونفس الإشي ولكن الفرق في الترتيب أوكي عشان هيك أنا شو بحب دائما أحكي للطلاب بقول له اعتبر لي هذا هو الكروموسوم لاحظ كيف متكدس على بعض البعض مثلا كيف متكدس كل فوق بعضه واعتبر لي هذا هو الكروماتين اللي هو ما يكون إيش مفروض شوية ما بيكون متكدس على بعضه أوكي فإذا احفظ لي يومك حتى تقدر فريق بناتهم فإذا هون نرجع النيوكليوس الديناي مرتب على شكل كروموسومات الكروموسومات عبارة عن شريط ديناي ملفوف حوالين البروتينات اللي اسمها يسميه الهيستون كونولي الكروماتين هذا الكروماتين x100032323535 لما يكون من الموجودة مفروض ويكون مفروض هذا الوضع الطبيعي في الخلية متى اني أحاول ours القول على بالموجودة بحاول whatsapp الفين التلق ovatهات recommendation لماذا الأصيب يقوم ب prolبخل؟ كان الخلية قبل تلقسم، ستكون في الجيلة تعمل نسختينفرات الحين تنسخisonisonering ump par走 فالما ينسخف gap موجود في السباح بأنين يكون مثل theoعط فاني southwest ويكون عندي هنا دي انا هون في عندي 2 دي انا هل انا بقدر او او اخلي الخليتين انقسم بسهولة بهاي الحالة لا بكون دي انا مشالبك في بعضه فبتقول لك الخلية لا خلينا او احول الدي انا والهيستونس بدل ما هو كروماتين هيك مفروط بدي احول له كروموسومس فبسير زي هيك تمام بسير هيك لاحب بسير قصير كروموسومس قصيرة واضحة بقدر بكل سهولة انا اقسم الخلية نصين ويعطيني خليتين جداد فيهم المادة الوعاثية كاملة الا بصورب الكوروماتين هنا ايك انا احطرنا ويمكن او كروموسوم مفروطBERYU الأشضاء قبل لم lover قبل ان الخليتين بنمتز بجعemption الناسات حتى اوضع الكروموسومات الأشياء 알아Give ave Roxovic الناسات بتقوم الكروموسوم هون وكروموسومات هنا حتى ارتياجها ايكدائي المادة الوعاثية كاملة هتا انا فكرة الكروموسومات و الكروماتين النوية؟ بسيطة للنوية ه 일단 نتوبار والزيات المناسبة لديها في ej Vollosome واضحة تحضر في وجه الراوزوم رابطف bis隔 و الآن نروح الريبوزوم البريبوزوم هي مصانع الأشياء بالنسبة لهذه البريبوزوم أصنوع من الريبوزوم ريبوزوم الأذي يأتي من الريبوزوم ومصنوع من الريبوزوم وهي تكونичеدة عملية تصنع الريبوزوم تحدث في مكانين أو تحدث نوعين أساسيات من الريبوزوم تأتي عن نوعينZ 330 ويستشغل الكلية على البروتينات التي تشتغل من خلية أو تصنع البروتينات وأمضي من خلية أو تروح، وتغادر إلى مكان سابق واظر فأذاً، يجب أن تصنع البروتينات النوع البروتينات التي ستصنع ويعمل خلية ينتصنع أيضاً عن常 البروتيان نوع من أنواع الريبوزوم كنغرى الريبوزوم فإذاً في ريبوزومات الحرة التي تسبح في السيتوصل أو السيتوبلازم إذاً شاهده على الخلية هنا عندي مجموعة نقط هذه النقط هي في ريبوزومات الحرة وتسبح في السيتوبلازم هذه الريبوزومات ستصنيعني البروتينات التي ستشتغل في الخلية ستظل الموجودة وتشتغل جوال الخلية. طيب البروتينات اللي ستطلع لبرر الخلية إما على السلميبريين تشتغل هنا أو تروح على مكان ثاني وتشتغل هاي بتتصنع فيه نوع ثاني من الريبوزومات. إيش اسموه؟ اسمو Bound Ribosomes. الباون ريبوزومات مربوطة. وين مربوطة؟ أقول لك. والله مكانين. إما تكون مربوطة على سطح النيوكليار انفلوب. هيا لاحظ هيا النقط. مربوطة على سطح النيوكليار انفلوب. أو تكون موجودة على سطح الشبكة الاندوبلازمية اللي سندرسها. اللي هي الاندوبلازمي كريتيكليم. فإذا إما أن تكون الريبوزومات مربوطة على النيوكليس. الباون ريبوزوم. المربوطة إما تكون على النيوكليس. أو أن تكون على سطح الشبكة الاندوبلازمية. تمام؟ هاي الباون ريبوزوم. ما ستصنع لي؟ ستصنع لي البروتينات اللي ستطلع على السل ميمبري أو اللي ستوح لخارج الخلية فعلى حالتين أنا بحكي عن خارج الخلية فإذاً مهم جداً نفرقكم عن بعض هذول النوعين من الريبوزوم فإذاً نجحون على الريبوزومات فإذاً قلنا الريبوزومات ستصنع لي نوعين من الريش من البروتينات لينства هدي البروتينات القول على السل ميمبري جзو الخلية من النوعين من التصنعهم التصنع من المريnicos إذاً ، ستصنع البروتينات مت Rouge ستصنع البروتينات터�entar تروح ويشتغل عليها هذولا الـ endoplasmic reticulum والـ endoplasmic reticulum حتى تيجي تشتغل عليها ودين عشان ايش؟ تروح توديها خارج الخلية فايذا مش مجرد ما انا صنعت البروتين بديطلع برغة الخلية مش مجرد ما صنعته بيوح عطول بيطلع لا! لازم يروح الـ endoplasmic reticulum ودين نروح على ودين نروح ينتقل ممكن اطلعه انا خارج الخلية تمام؟ اوكي اذا هاي عندي انا الريبوزومات هاي الريبوزومات التي تصبح بحرية وعندي هاي الـ endoplasmic reticulum وعليها ايش؟ Bound ribosomes مرتبطين فيها يعني الريبوزومات مربوطة الريبوزومات يتكون عندي من 2 subunits من جزء اين اساسيات؟ جزء كبير من سميه large subunits و جزء صغير من سميه small subunits هذول الـ 2 subunits يكونوني ايش؟ اوكي؟ طيب هالسان يجعل الـ endo-membrane system عند الـ endo-membrane system يتكوين مجموعة من الأغشية المتصلة اما بشكل مباشر او بشكل غير مباشر اول شكل ايش عندي الغشار النووي بعدين عندي الـ endoplasmic reticulum رقم 2 وهذا الـ endoplasmic reticulum يكون الـ endoplasmic reticulum بعدين عندي الـ golgi aparatus قسم الشحن بعدين عندي الـ lysosomes فاكيوز الفجوات والـ plasma membrane ما درسناه في الشابتر الماضي هذه الـ component اما تكون متصلة بشكل بشكل مباشر او تكون متصلة بشكل غير مباشر من خلال الـ transport طيب نجعل الـ endoplasmic reticulum تسمى الـ endoplasmic reticulum هي الـ biosynthetic مصنع المركبات الحيوية مركبات المختلفة البيولوجية المختلفة وانت تصنع بشكل اساسي في الـ endoplasmic reticulum الشبكة الـ endoplasmية هي طبعا يقول لك من خلال الـ endoplasmic reticulum يعني اتوقع باستثناء الـ endoplasmic reticulum هذه الـ endoplasmic reticulum هي تقريبا تأخذ أكثر من نص الـ endoplasmic reticulum تحتل أكثر من نص الممبران الموجودة في الخلية هذه الـ endoplasmic reticulum تحتل مساحة كبيرة هذا الـ endoplasmic reticulum هو الـ endoplasmic reticulum وهذه نقطة مهمة انه متصل اتصالا مباشرا في الـ endoplasmic reticulum لازم اعرف ان هناك نوعين أساسيات من الـ endoplasmic reticulum هناك الـ endoplasmic reticulum التي سأجد عليها الـ ribosomes الـ bound ribosomes هناك الـ endoplasmic reticulum نقطة هذه الـ ribosomes الـ endoplasmic reticulum الـ bound ribosomes المربوط فيها ribosomes نسميها الـ rough endoplasmic reticulum الشبكة الـ endoplasmic reticulum الـ endoplasmic reticulum الـ endoplasmic reticulum التي لا أجد عليها الـ ribosomes تكون شبكة الـ endoplasmic reticulum تمام؟ فإن عندي smooth ER smooth ER لاx ribosomes وRough ER لديها الـ ribosomes طيب، يجب أن نعرف وظيفة كل واحدة فيهم بالنسبة للـ نبدأ في الـ rough ribosomes ماذا في الـ rough ribosomes وظيفة الـ ribosomes الموجودة عليها؟ ماذا كانت الـ ribosomes؟ تصنيع الـ bound ribosomes تصنيع الـ proteinات التي ستطلع على سطح الخلية أو التي ستطلع إلى خارج الخلية وتصنيع الـ secretion إلى خارج الخلية فإذاً الـ rough ER وعليها الـ bound ribosomes وبالتالي ستفرز لـ glycoproteins التي قلنا هي جزء من الأجزاء الـ cell membrane ومربوطة عليها الـ carbohydrates وبالتالي تصنيع الـ transport physicals الـ proteinات الـ حواصلات الناقلة التي ستذهب إلى الـ اما تذهب إلى أجزاء الخلية أو غالباً هي لا قلنا أين ستذهب إلى الـ bound ribosomes؟ إلى خارج الخلية وبالتالي تعتبر مصنع الـ cell membrane أو مصنع الـ cell membrane المختلفة في الـ cell هي تعتبر الـ rough endoplasmic reticulum بشكل أساسي وظيفتها مثل الـ bound ribosomes تطلع المواد لسطح الخلية وللخارج طيب نيجي عن الـ smooth endoplasmic reticulum ويسألون عليها كثيراً ما هي الـ smooth endoplasmic reticulum أول شيء تصنع الـ lipids المختلفة التي تحتاجها تصنع الـ smooth endoplasmic reticulum اثنين تعمل متابوليزم للـ carbohydrate كلمة متابوليزم عمليات الأيد تحقيلها جزئين الجزء الأول بناء يعني تبني carbohydrate كما تبني lipids وتهدمها وتكسر الكربوهايدرات فإذا العمليات الأيد بناءها هدم بالتالي synthesis and breaking down كربوهايدرات هذه الوظيفة الثانية الوظيفة الثالثة وهي جداً جداً مهمة عملية detoxification D معناها نزع toxify السمية detoxification يعني إزالة السمية للأدوية التي نحن ممكن نأخذها الأدوية بعد أن تقوم بعملها الآن إذا تظل ستضرني فأنا أنزع سميتها أحللها أتخلص منها وبعض السموم التي تدخل على الجسم ممكن تدخل على جسمي سموم من يخلصني منها smooth endoplasmic reticulum وإذا قلت لك الكبد هو العضو الأساسي المسؤول عن إزالة السموم في الجسم فبالتالي المفروضة تقول لي أن خلايا الليفر غني خلايا الليفر غنية بالSmooth endoplasmic reticulum وهو فعلا اللي صاير أنه هاي الخلايا غنية بالSmooth endoplasmic reticulum وبالتالي شو عشان تقدر تقوم بعملية detoxification إزالة سمية الأدوية بعد أن يتم الاستفادة منها و البوزنز بعدين أخيرا هذه وظيفة ممكن نعرفها من التوجيهي أنها تعتبر مخزن لأيونات الكالسيوم مخزن لأيونات الكالسيوم هذه الشبكة الإندو بلازمية اللي كانت إيونات الكالسيوم إلها وظائف جدا مهمة داخل السل إحداها إنها كانت مسؤولة على عملية نقل الإشارات العصبية بين العصاب وبين المسل سيلز تمام فهذه وظائف السموث endoplasmic reticulum مرة ثانية تصنيع الدهون تصنيع وتكسير الكربوهايدرات إزالة سمية الأدوية والسموم بالأخير عملية تخزين لأيونات الكالسيوم تمام نحن نعرف ماذا هي؟ أنه هو الجزء اللي بعده الجولجي أبروتوس الجولجي أبروتوس قسم الشحن والاستلام في أي مصناف عندك قسم مسؤول عن الشحن يشحن المواد لخارج الخلية أو لأجزاء مختلفة داخل الخلية أو يستقبلها من خارج الخلية هذا هو الجولجي أبروتوس الجولجي أبروتوس شبيه جدا يوجد شبه بينه وبين بين الـ endoplasmic reticulum وبالعكس يقول لك هو نشأ من الـ endoplasmic reticulum نشأ من الـ endoplasmic reticulum هذا الجولجي أبروتوس المهم هو عبارة عن مجموعة من flattened membranous sacs أكياس مكدسة فوق بعضها البعض flattened مكدس يعني منبسط membranous محاطة بغشاء أكياس هاي الأكياس المكدسة فوق بعضها والمون بسيطة نسميها إيش؟ نسميها سيسترني نسميها سيسترني أوكي؟ فإذا المهمنا عفلو سأني في الامتحان ما هي هذه الأجزاء الجولجي؟ نسميها سيسترني هايها سيسترني أوكي؟ طيب الآن الجولجي أبروتوس ما هي وظائفه؟ وظائف وهي وظائف قسم الشحن شو هو القسم الشحن بيسوي؟ واحد يستقبل المواد يستقبل المواد من الـ endoplasmic reticulum ممكن الأشياء اللي جاي من خارج الخلية وتدخل على الخلية عن طيق الـ endocytosis من يستقبلها؟ جولجي فإذا استقبل اثنين موديفكيشن بيجي هاي المواد اللي وصلته سواء من الـ ER أو من خارج الخلية تمام؟ وبشكل أساسي الـ ER بيعدل عليها برمي عليها شوية بروتين برمي عليها شوية كربوهايدرات تمام؟ فبيعدل في تركيبها بعدين بيعمل لها لابلين بيحط عليها إيش؟ لابل انه هاي مكانها تروح هون تروح مثلا على الليزوزوم تروح مثلا خارج الخلية تروح على الميمبرين فإذا هو بيعطيها الليبل بيحط عليها لابل الليبل بيضع على شكل كربوهايدرات مثلا بتنحط عليها بتعطي زي هوية أنا منعرف الكربوهايدرات ووظيفتها تعطي هوية لأجزاء الخلية تمام؟ فإذا بيحط عليها لابلينج اوكي؟ بعدين بيعمل لها ايش؟ بيضيط بيضيط عليها بيغلفها أكثر لانه هيك برضو وظيفت قسم الشحن بيغلف الاشي الليبن نشحنه أكثر بيضيف عليها غلافات وبالاخير بيعمل لها ايش؟ شيبينج بيعمل لها تصدير بيصدرها على المكان اللي هيدا تروح عليه سواء داخل الخلية او خارج الخلية هاي هي وظائف جولجي يعدل عليها يصنع على بعض المركبات بيصنع على بعض المركبات يصنف وهي نقطة مهمة تصنيف او نفسها الليبلينج ويزيد عليها مهمة بيزيكول بعدين بيكون لي بالاخير نواقل حوالي صيلات نواقلة تروح على المكان اللي لازم تروح عليه اذا نلاحظ هنا انا طلعت عندي فيزيكولز اجت من الاندو بلاسما كيوتيكلم ووصلة الجولجي الجولجي له سطحه له سطح استقبال له جهة استقبال له جهة ايش؟ تصدير تمام؟ فهذه جهة الاستقبال نسميها سيس جولجي سيس جولجي سيس جولجي سيس جولجي هو السطح اللي بيكون مقابل للاندو بلاسما كريتوكلم هاي الاندو بلاسما كريتوكلم السطح المقابل إلها هذا السطح اسمه إيش؟ سيس جولجي السيس جولجي سيجي عليها البيزيكولز من الاندو بلاسما كريتوكلم بعد أن نشأت منها سيجي وتتصل تلتحم بالسيس جولجي فإذا البيزيكولز أستمر للوصف لأن تقوم بشكل جديد ثم سنضغى المنزل سيكون هذا فكي سيكون في الجديد سيكون ثانياً في العملاء وما أن يكفي على الحصے كبيرة سيكون فيها بھیجات وهم فيها وشكف والتحدث للمكان الذي سيذهب لأنه باللغاء المنزل سيكون هناك من هذه الوصف من السيس باللغاء من جهة الاستقبال إلى جهة التصدير هنا بالفزيكال عندما تغادر جولجي ستكون هناك بروتينات مخصصة تدريها على المكان الذي يجب أن تذهب عليه هذا الوضع المنزل أو الوضع المنزل وهو جهة التصدير من جولجي تمام؟ تمام، الآن هل تغادر؟ الآن هل تغادر الفزيكال في الأساسي؟ أخير للفزيكال تغادر جولجي ويقولون أن هناك جولجي اللي تأتي من جولجي ويأتي من جولجي أحياناً في بعض الفزيكال تغادر جولجي يجب أن تتعديل أكثر تمام؟ وفي بعض المنزل تغادر جولجي يجب أن ترى هذه الفزيكال ويجب أن تغادر جولجي فهو يجب أن تتكلم أو يجب أن تذهب إلى المكان الذي يجب أن تذهب عليه هذا هو قسم تصدير يعمل فيه أكثر من شيء تمام؟ هكذا خلصنا جولجي وهو قسم الشحن نذهب على الليزوزوم الليزوزوم هي ديجستيب كمبارتمنت غرف الهضم غرف التحليل الأجسام المحللة أول ما يجب أن تتعلم عن أجسام المحللة أنها موجودة فقط في الأنمال هذه نقطة مهمة الليزوزوم هي موجودة فقط في الأنمال الليزوزوم هو عبارة عن ممبران الساك عبارة عن كيس محاط بغشاء يحوي داخله إنزيمات هاضمة يعني يتكسر الأشياء الثانية يمكن أن تتكسر جميع الماكرو موليكيول 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 فإنزيمات هاضمة موجودة في الأجسام الماكرو موليكيول لاحظ هنا ما أقول لك من حكمة رب العالمين أن الإنزيمات في الليزوزوم لا تشتغل بأكبر كفاءة عندما تكون في بيئة حامضية وين هذه البيئة الحامضية موجودة؟ داخل الليزوزوم بالتالي لو أن الإنزيم هاضمة موجودة في الليزوزوم سيضر الخلية سيكون يكسر بأجزاء الخلية لكن سبحان الله لا يشتغل بكفاءته العالية القوية إلا داخل الليزوزوم بالتالي لو أن الإنزيم موجودة في الليزوزوم سيكون لا سيسبب ضرر كبير على الخلية وترى الليزوزوم مرت معنا في الفاكوسايتوسيس الآن سوف نرى مرت معنا في الشابتر الماضي عندما دخلنا عن طيق الفاكوسايتوسيس كونت عندي الفاكوسايتوسيس بعدين أجت هاي الليزوزوم اتصد بالفاكوسايتوسيس وهضمتها تمام؟ إذا لاحظ هون بعض الناس من الناس يمكن أن تلتهم خلايا أخرى عن طيق عمية الفاكوسايتوسيس التي درسناها مثل الوايت بيسيس أو الماكروفيدز التي كمان بتوكل البكتيريا أو الفيرون سيلس هذا يكونني فاكوسايت بعدين هاي الليزوزوم سيرتبط بهذه الفجوة وتفرز إنزيماتها الهاضمة تصير جزء منها وبالتالي بتكسرها تمام؟ بتكسر هذا الطعام عشان الخليط يستفيد منه طيقة ثانية برضو الليزوزومز تشتغل فيها هاي هذا أول شي الفاكوسايتوسيس دخلنا جزء الطعام كوننا فود فاكيول كبيرة عن طيق الفاكوسايتوسيس أجت الليزوزومز التي تحتوي على الانزام التي التحمت مع هاي الفاكيول وبالتالي كسرتها وهضمتها هاي عملية الفاكوسايتوسيس بعدين عندي ايش؟ الاوتوفاكي الاوتوفاكي ايش هي؟ انه مرات أجزاء من الخلية نفسها وضيات من الخلية ايش بيصير فيها؟ بتكبر خلص تكبر ومضطة الخلية تقدر تستفيد منها بالتالي شو بيصير؟ بالتالي الخلية بتيجو بتعملها ريسايكلين يعادة تدوية مثلا هون عندي ميتوكندريا نحن ندوص المحاضرة الجاي المحاضرة الجاي خلص أجزاء كبرات وصارت كبيرة تمام؟ فمش قادرة تقوم بوظيفته فالخلية شو بتقول؟ بتقولك تعال اعملها اعادة تدوية باجي بجيب هاي هاي الأجزاء اللي كبيرة بحطها جوه فيزيكل بعدين بوديها بخلي اللاجزومس تلتحم معها لما تلتحم معها اللاجزومس ستكسيرها لموادها الخام وترجع الخلية تستفيد من هذه المواد الخام هاي العملية عملية الريسايكلين بسموها أوتوفاجي وكأن الخلية تأكل نفسها أوتوفاجي نفس الخلية فاجئ أكل فالخلية تأكل نفسها من الداخل لكنها في عين لا تأكل نفسها هي تعيد تدوير هذه الأجزاء ترجع على مواد الخام حتى تستفيد منها مرة أخرى هاي وظائف اللاجزومس وهذا الشيح الكلام اللي هنا انه اللاجزومس بغضو تستعمل بعض الأنزيمات تستعمل بعض الأنزيمات تعيد تدوير عضياتها وماكرو مولكيوز في عملية يسميها الأوتوفاجي الأوتوفاجي طيب بعدين عندي في طبعا باستثناء الاتصال مباشر مع الاتصال كل الباقي كل باقي السل تتصل بشكل غير مباشر تتصل بشكل غير مباشر تتصل بشكل غير مباشر تمام عندي أول إشي الآن نجع لي بعدين الفاكيوز الفاكيوز هي الفجوات 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 عبارة عن مخازن متنوعة مخازن تتخزن الأجزاء اللي داخل الخلية وظيفتها تتخزن الأجزاء اللي داخل يعني المركبات داخل الخلية تمام الآن في عندي أنا أنواع من الفاكيوز في عندي أنواع موجودة فقط في البلانت سيلس أو الفنجل سيلس وفي عندي أنواع موجودة في الأنيمال سيلس وفي عندي أنواع موجودة بحلية في خلايا متخصصة تمام طبعا هنه يأتي حتى هذه الفاكيوز تأتي إما من الاندوبلازم أو من الاندوبلازم كريتوكلين ومن ثم تذهب إلى الجولجي ومن ثم تتكوين ما هي الفاكيوز عبارة مجموعة من الفيزيكل كمي جمعوا مع بعضهم مكونوا لي فاكيول كبيرة تمام ما هي أنواع الفاكيوز تنتظر الى الليزوزوم ترتبط معها لتحللها وما اني انا قلت لك الليزوزوم فلازم تعرف ان الفود فاكيول أين أرى فقط؟ أرى في الانيمال سلس تتكوى من خلال عملية الفاكوسيتوس وموجودة فقط هذه الفود فاكيول داخل الانيمال سلس البلانت سلس في حوالها سلول كيف يبدو يخترقها الفود؟ ما بيقدر البلانت سلس يصنع الفود داخله نعم؟ عن طيق البناء الضوء النوع الثاني اسمه البلانت سلس البلانت سلس فجوة انقباضية ما عنها ؟ موجودة في البريميسيوم وقل في البريميسيوم وقل في البريميسيوم يتحرك في وصف مياه عذبة حسب الخاصية الأسموزية الماء يتعالى تفضل لبريميسيوم فمية تفضل لبريميسيوم ما سيحدث فيه؟ والآن سيحيان فجر لكن سبحان الله داخل البريميسيوم لدي فجوة يكون جمعت الماء يجمع ماء مثل الأسفنجة و لكن الماء الخاصة تجمع بالكامل ينضغط و تنقبض لكي تسميها كونتراكشن يتفضل الماء الزيادة لخارج البراميسيوم و بالتالي أنا مكنت البراميسيوم يعيش في المياه العذبة بدون أن ينفجر بسبب الخاصية الأسموزية الماء يدخل داخل فهي يدخل على هذه الفجوة يتفضل الماء و تنقبض تفضل البراميسيوم و تفضل البراميسيوم يستطيع يعيش فيها هذه الفجوة خاصة يتفضل البراميسيوم المواد الأوليات التي تغيش فيها المياه العذبة تضخ الماء الزائد و تضخ الماء الزائد عن حاجة الخلية إلى خارج هذه الخلية آخر نوع من البراميسيوم هو الفجوة البراميسيوم وهذا موجود فقط في الخلايا النباتية الخلايا النباتية الكبيرة و ليس لصغيرة ما هي وظيفتها؟ وظيفتها تكون مخزن بالتصوير البراميسيوم وتخزين المواد العضوية و ماء لما يأ dernière الحاجة لاحظ كما يأخذ مائل kommال علاما، اسم جزء كبير وكبير منها يسمى فجوة وسطية و يجب أن تكون مائل يجب أن تجمع كل هذه الماء المليئة بالتصوير البراميسيوم الحاجة يقول لك مرة من 위에 تحتوي على distintاء أنزيمات وتو secret好的نزيمات بتعويض بدل الليزوزوم لأن الليزوزومات لاحفظة في إسم الفائج فهي هذه التحويضت مع السابع من الليزوزومات في المجلوداع الاصف нет هذه هي أنواع جميع أنواع أنواع els سيكون هناك من الاندو مبرين هون عندي بيقولك كيف بيكون في بناتهم تكامل بين الاندو مبرين كيف تظهر عند المواد من النيوكليار انفلوب الريبوزومز البوند عليها و الرف اندو بلاسمي كيكولم تظهر على الجولجي أبروتوس من خلال تراسفورت فيزيكلز تصل الجولجي أبروتوس بيعدل عليها بعدين إما بيطلح على خارج الخلية على السيل من بلاسمي المبرين إما بيوديها بيكون منها لايزوزومز أو بيكون منها central vacuos فهيكا السيستم كل ياتصاك كامل عندي من هذه الاندو مبرين سيستمز و لكن يكون خلصنا الجزء الأول part 1 من chapter 2 أتمنى أوضحنا كل شيء يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته